السلام عليكم اللهم صلى على محمد وعلى محمد وعجل الفرج ومعلن اعداءهم اجمعين هل للحاكم او الخليفة حق في ان يكون اولى بك من نفسك بمعنى اذا اردت ان تتزوج بامرأة وجاء الخليفة او الحاكم وقال لك لا تتزوج هذه المرأة وفي نفس الوقت جاء ابوك وقال لك لا تسمع لكلام الحاكم فان ابوك عليك ان تتزوج بهذه المرأة ما لانت فاعل هنا بالطبع ستسمع كلام ابيك لانه اولى بك من الحاكم او الخليفة بمعنى مختصر جدا الحاكم او الخليفة ليس من حقه ان يكون اولى بك من نفسك ومن ابيك وامك صحيح هو يحكم ولكن ليس من حقه ان يتحكم بما تهوى اليه نفسك صار واضح جيد الان اذا قال لك رسول الله ان هذا الشخص اولى بك من نفسك ماذا ستفهم مباشرة ستفهم ان هذا الشخص اولى بك من نفسك وهو الخليفة بعد رسول الله حتى وان لم يقل لك رسول الله انه خليفة من بعدك يكفي انه قال انه اولى بك من نفسك لماذا لانه اذا كان اولى بك من نفسك فقطعا سيكون هو الخليفة بعد رسول الله اذ لا يعقل ان يكون هذا الشخص اولى بك من نفسك وفي نفس الوقت يكون هناك شخص اخر خليفة لانه حتى وان كان كذلك فهذا الشخص سيكون اولى بك من نفسك ومن الخليفة ومن ابيك الآن تبدأ نفس المثال إذا أردت أن تتزوج بمرأة وجاء أبوك وراضية بهذا الزواج وجاء هذا الشخص الذي قال لك رسول الله أنه أولى بك من نفسك وقال لك لا تتزوج هذه المرأة ماذا أنت فاعل؟ بالقطع واليقين ستسمع وتطيع ولن تتزوج هذه المرأة لماذا؟ لأن رسول الله قال لك أن هذا الشخص أولى بك من نفسك كما أن رسول الله أولى بك من نفسك فإذا قال لك رسول الله لا تتزوج هذه المرأة أكيد ستطيع رسول الله حتى وان راضي ابوك بهذا الزواج لان رسول الله يعرف المصلحة اكثر منك وهو اولى بك من نفسك. مثل اخر ادارة ان تشرب الماء هل يحق للخليفة او الحاكم ان يمنعك من شرب الماء? بالطبع لا لا دخل له. وستعترض عليه مباشرة وتقول له وانت ما دخلك انا اشتريت هذا الماء ومن حق ان اشربه. اما في المقابل اذا جاء الشخ الذي هو اولى بك من نفسك ومنعك من شرب الماء قطعا ستطيع وتسمع لكلامه. ولن تشرب الماء. لماذا? لانه اولى بك من نفسك كما ان رسول الله اولى بك من نفسك. صار واضحة? اذا اذا كان كذلك الان اوجه سؤال. لماذا رسول الله اولى بك من نفسك? لانه معصوم. ويعرف مصلحة نفسك اكثر منك. وحكمه حكم الله. لانه يعمل بشريعة الالهية. جميل جدا. اذا هذا الشخص الذي سيكون اولى بك من نفسك ايضا يجب ان يكون معصوما. مثل رسول الله. لماذا? لانه لو لم يكن معصوم فليس من حقه ان يتحكم كما فيك ما يشاء. لماذا? لانه قد يخطئ ويؤذي بك الى النار. لانه قد يبتدع في الدين مثلا. لهذا يجب ان يكون معصوما. كما ان رسول الله معصوم ولا يخطئ في حكمه. بجملة مختصرة جدا. لن يكون اولى بك من نفسك الا نبي او وصي نبي. واضح? سؤال اخر. هل رسول الله ترك شخصا اولى بك من نفسك? واذا تركه من هو? قبل ان نتعرف عليه تعالوا معي نقرأ هذه الاية. صوت الاحزار. يقول تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. لنشاهد تفسير هذه الاية. زاد المهاجر رسالة بكية ابن قيم جوزية. في صفحة عشرون. وقال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وهو دليل على ان من لم يكن الرسول اولى به من نفسه. فليس من المؤمنين. وهذه الاولوية تتضمن امورا. منها ان يكون احب الى العبد من نفسهم. ويلزم من هذه الاولوية والمحبة. كمال الانقياد والطاعة والرضى والتسليم وسائل لوازم المحبة. من الرضى بحكمه والتسليم لامره واثاره على ما سواه. ومنها ان لا يكون للعبد حكم على نفسه اصلا. بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه يحكم عليها اعظم من حكم السيد على عبده او الوالد على ولده. فليس له في نفسه تصرف قط الا ما تصرف فيه الرسول الذي هو اولى به منها. تفسير واضح للآية. مصدر اخر. زال المسير في علم التفسير. للجوز القرشي البغدادي في الجزء الثالث. صفحة ثلاثمائة واثنوخمسون. قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسه اي احق فله ان يحكم فيها بما يشاء. قال ابن عباس اذا دعاهم الى شيء ودعتهم انفسهم الى شيء كانت طاعته اولى من طاعة انفسهم. وهذا صحيح. فان انفسهم تدعوهم الى ما فيه هلاكهم. والرسول يدعوهم الى ما فيه نجاته. كلام واضح جدا. رسول الله اولى بي من نفسي. لان نفسي تدعوني الى الهلاك. والرسول يدعوني الى النجاة. لهذا هو اولى بي من نفسي. فاذا جاء الخليفة او الحاكم ستجد ان نفسه تدعوه الى ما فيه هلاكه. فاذا كان كذلك فلا يمكن ان يكون اولى بك من نفسك. الا رسول الله او شخص معصوم بعد رسول الله. اظن ان الامر اصبح واضح جدا. والان سؤال مهم. هل ترك رسول الله شخصا اولى بنا من انفسنا? اجواب نعم. اين الدليل? اليكم الدليل. البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الخامس. صفحة 174. عن البراء ابن عازب قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حج الوداع التي حج فنزل في الطريق. فامر الصلاة جماعة. فاخذ بيد علينا على السلام فقال. فلست باولى بالمؤمنين من انفسهم? قالوا. قال ابن قال. الست باولى بالمؤمن من نفسه? قالوا بلى. رسول الله يشهدن على انفسهم ويقلل mugient اولى بالمؤمنين من انفسهم? لماذا يشهدهم رسول الله? ولماذا يأخذ بيد علي بها? ماذا يريد ان يبلغ رسول الله للصحابة تحت حر الشمس? نكمن. قال الاست باولى بالمؤمنين من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من انا مولاه الله اكبر قال رسول الله فاء والفاء هنا للتفريع قال فاء فهذا ولي من انا مولاه يعني من كنت انا اولى به من نفسه فهذا اولى به من نفسه يعني الاولوية الثابتة لرسول الله ثابتت لعليا بقوله فهذا ولي من انا مولاه والفاء هنا كما قلت فاء التفريع ما معنى فاء التفريع لنشاهد جاء في كتاب التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسير للدكتور سرحان صفحة 13 الفاء للتفريع ومعنى التفريع كما يفهم من كلام ابن عاشور أن الفاء للاستئناف استأنفت كلاما جديدا لكنه ليس جديدا منقاطعا عما سبق بل جديد متصل به متفرع عنه إذن كلام رسول الله متصل ببعضه وهذا التفريع من رسول الله مرتبط بالأولوية كما أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فعلي عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإلا فما معنى قول رسول الله للصحابة أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم سيكون كلام رسول الله وحاشاه لاوال إذن صدر الحديث وكلام رسول الله متصل ببعضه البعض إذن كلمة مولى في هذا الحديث هل تدل على المحبة؟ أبدا بالله ومن يقول أنها تدل على المحبة والنصرة فإنه يضحق على نفسهم ويتهم رسول الله أنه يقول كلاما لعوا والعياد بالله لأن الوهب ينفخ آذاننا أن كلمة مولى تعني المحبة نعم لغة تعني المحبة النصرة وعشرين معنى لها إذن كيف سنعرف المعنى الحقيقي لها سنعرفه من الصياق الذي قيلت فيه وإذا قرأنا كلام رسول الله بتمع سنجده أنه فسر هذه الكلمة بأن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما أن رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهل بعد تفسير رسول الله نحتاج أن نذهب إلى اللغة هل رسول الله لا يعرف اللغة العربية إليكم مصدر آخر المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية ابن حجر العثقلاني مجلد السادس عشر صفحة مئة واثنان واربعون عن علي عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله حضر الشجرة بخم ثم خرج أخدا بيد علي عليه السلام قال ألستم تشهدون أن الله تبارك وتعالى ربكم قالوا بلى رسول الله يشهدهم على أنفسهم أن الله تبارك وتعالى ربهم لماذا هذه الشهالة؟ ماذا جرى؟ نكمل قال صلى الله عليه وآله ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم؟ وأن الله تعالى ورسوله أولياءكم فقالوا بلى عجيب يبدو أن ما سيبلغه رسول الله أمر مهم جدا ومرتبط بالعقيدة لأنه يشهدهم على أنفسهم لأن الصلاة والصوم والحج والأعمال الأخرى قد بلغه رسول الله إذن ماذا يريد أن يبلغ رسول الله؟ ولماذا خارج آخذا بيد علي؟ نكمل قال فاء مرة أخرى الفاء للتفريع فمن كان الله ورسوله مولاه فاء مرة أخرى فاء التفريع فإن هذا مولاه من هو الذي أخذ بيده؟ مرة أخرى فاء التفريع إذن كلمة مولى في كلام رسول الله هل تعني المحبة؟ أبدا والله لا من قريب ولا من بعيد إذا قلت لا تعني المحبة فإذن كلام رسول الله في صدر الحديث سيكون لغوى العياد بالله لأن رسول الله فرع كلامه فهل يقر رسول الله يقول كلاما ويفرع عليه كلام آخر لا معنى له؟ كلام رسول الله واضح أن الأولوي الثابت لله ولرسوله ثابتك علي عليه السلام إذن معنى المولى تعني الأولى من فسر هذا؟ فسره رسول الله هل لديكم اعتراض على تفسير رسول الله؟ إذا كانت كلمة مولى تعني المحبة فلماذا يحتاج رسول الله إلى كل هذه المقدمات؟ ويشهدهم على أنفسهم وهم يقولون بلى نكمل كلام رسول الله فلم ينتهي بعد وقد تركت فيكم رسول الله ما زال آخدا بيد علي ويقول أتركت فيكم ماذا ترك لنا رسول الله؟ الصلاة؟ الصوت؟ الحج؟ ماذا ترك لنا رسول الله؟ نشاهد وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا الله أكبر إذن رسول الله سيترك لنا شيئا إذا أخذنا به لن نضيه إذن كلام رسول الله متصل بعضه ببعضه لهذا كان يشهدهم على أنفسهم إذن هذه الأمور تخص العقيدة وأمور خطيرة فيها النجاة من الضلال بعد رسول الله فماذا ترك لنا رسول الله؟ نكمل وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى سببه بيدي وسببه بأيديكم الشيء الأول هو كتاب الله ترك لنا كتاب الله إذن لن نضل إذا أخذنا بكتاب الله هل فقط كتاب الله؟ لا نكمل وأهل بيتي هذا إسناد صحيح وأهل بيتي إذا أخذنا بأهل بيت رسول الله لن نضل ماذا سنأخذ منهم؟ سنأخذ منهم سنة رسول الله وإلا فما معنى قول رسول الله؟ ان اخذتم به لن تضلوا. فماذا سنأخذ من اهل بيت رسول الله? هل سنأخذ الملابس? او الطعال? ما هي وظيفة اهل البيت? وظيفتهم تبيان سنة رسول الله. ولكن هل اهل البيت معصومون? الجواب نعم. بالقطع واليقين معصومون. لانه لو لم يكونوا كذلك لضللنا الطريق. لان رسول الله قال لن تضلوا. فكيف اخذ من اهل البيت شيئا وهم غير معصومين? فقد ادلوا الطريق بسببهم. اذا يجب ان يكونوا معصومين. كما ان كتاب الله معصوم من الضلام. اذا صدر الحديث متصل ببعضه. والان قولوا لي يا عباد الله اين هي المحبة في كلام رسول الله? بل حتى عمر نفسه فاهم من كلام رسول الله ان علي اولى بالمؤمنين انفسه. فقام وهنأ علي. اليكم الدليل. مسند احمد بن حنبل الجزء الثلاثون. عن البراء ابن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في صفر. فنزلنا بغدير خم لنودي فينا الصلاة جماعة. وكسح لرسول الله صلى الله عليه وآله تحت شجرتين. فصلت ظهر. واخذ بيدي علي عليه السلام فقال ألستم تعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم? قالوا بلى. قال ألستم تعلمون اني اولى بكل مؤمن من نفسه? قالوا بلى. قال فاخذ بيدي علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وعلي من ولاه وعادي من عاداه. قال طلقيه عمر بعد ذلك. فقال له هنيئا يا ابن ابي طالب. اصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. يقول عمر يا علي هنيئا لك يا ابن ابي طالب. على ماذا يهنئه عمر? بالله عليكم يا من تحترمون عقولكم. قولوا لي على ماذا يهنئ عمر عليا. هل يهنئه على المحبة? يعني هنيئا لك يا علي اصبحت حبيبي وحبيب المؤمنين? هل يعقل هذا الكلام? هل كل الصحابة وعمر ما كانوا يحبون عليا? حتى قال لهم رسول الله احبوه فقام عمر وهنئه? هل يعقل هذا الكلام يا عقلاء? اذا على ماذا يهنئ عمر علي عليه السلام? وما معنى هذه التهنئة من عمر? فهل يهنئ من صار محبا او مناصرا للمؤمنين? هذه التهنئة من عمر هي لشيء جديد. وهي الخلافة. وولاية امور المسلمين. اذا عمر فاهم من كلام رسول الله ان كلمة مولى تعني الخلافة. وان علي اولى بالمؤمنين من انفسهم. لهذا قال هني ان يبنى بطالب اصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. اذا كلمة مولى هنا تعني الخلافة تعني ان علي اولى بالمؤمن من انفسهم. اذا كلام رسول الله مرتبط بعضه ببعض. وكل من يقول ان رسول الله كان يعني المحبة والنصرى فانه يضحك على نفسه. ويضلل الناس عن الحقيقة الواضحة. هل ما قرأته عليكم صحيح? نشاهد صحيح لغيره ماذا يعني صحيح لغيره لنشاهد مصطلح الحديث للعسيمين والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا اتعددت طرقه وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نضر إلى كل طريق منفراد لم يبلغ رتبة الصحة فلما نضر إلى مجموعها قوية حتى بلغها إذن هذا الحديث يحتج به وهناك طرق أخرى للحديث لا داعي أن أذكرها الآن يكفيني هذا الحديث إذن إخوتي الكرام رسول الله بيّن بشكل واضح وصريح أن علي عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأشهدهم على ذلك وأنا من هنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن علي ولي الله والسلام عليكم ورحمة الله